شيخ شعر البتن هذا كلام مين؟ علماء فيزياء الجثيمات مكان لكل شيء وكل شيء في مكانه ترجم من علماء الفيزياء لقول تعالى وخلق كل شيء فخدّره تقديراً لما نحاول أن نفهم الله من منظور الإنسان ونفهم الله على صورة الإنسان للأسف وهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله ليس إنكاره إلحاد في أسماء وصفاته نوع من الأنسنة لكن ليس شاغل نفسه بورقة بخردلة بحبة رمل بخاطرة ماء ما يعني؟ هذا التساؤل ممكن كان له موضع قبل فيزياء الكم كأنني أذكر إيزدو الرابي هذا الفيزياء الذي اكتشف الميون تعرفوا ما تصمت الميون السبعة وثلاثين اكتشفوا إذا ما أقطعت السبعة وثلاثين لما اكتشف الميون طبعاً ما هو يعني؟ لا أحد أشاه حساباته الرياضية أطلق عبارة صاحة قال من الذي أمر بهذا؟ يعني هو كأنه غير سعيد لإكتشاف هذا ما هي الإكتشاف هذا؟ ما هو الميون؟ ما هو الميون؟ جسيم أولي ما هو أولي؟ يعني لا يتركب من جسيمات دونه أبداً مثل الإلكترون الإلكترون لا يتركب جسيم أولي جسيم أولي مثل الإلكترون تماماً هو كأنه إلكترون فقط بفرق أن كتلته أكثر من الإلكترون مئتين مرة مئتين وشوي يعني مئتين مرة لكن يتلاشى في واحد من مليون من الثانية الله أكبر يعني يولد يولد ويؤدي رسالته ووظيفته ثم يتلاشى يفنى ينتهي يزول في واحد من مليون من الثانية؟ ما هذا؟ وجسيم أولي معنى كوني جسيم أولي في علم في زياء الجسيمات أنه لبنة للبناء الكوني مطلوب فرابي في زياء رابي قال من الذي أمر بذلك؟ يا ريت وقفت المسأل عند الميون أجل أتون ثم أجت عائرة إلكوار كاتعات وبتقسيماتها المحيرة دخلنا في الجيل الثالث قصة في نهاية المطاف العلماء الكبار المشتغلون بالحقل قال لك القضية تخضع لما يمكن أن نجعله قاعدة مكان لكل شيء وكل شيء في مكانه شيء يخشعر البدل هذا كلام مين؟ علماء في زياء الجسيمات مكان لكل شيء وكل شيء في مكانه ترجم فالعلماء الفيزياء لقوي تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديراً عندي خطبة قديمة أريد أن أستسلف منها شيئاً في عادرة اليوم مهمة ما هو؟ نستطيع أن نفهم من خلال منظورنا الأنثروبو مورفيك الأنسني لما نحاول أن نفهم الله من منظور إنسان ونفهم الله على صورة إنسان للأسف وهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله ليس إنكاره إلحاد في أسماء وصفاته نوع من الأنسنة نوع من الهرطقة وللأسف كلنا نتورط في هذا قليلاً أو كثيراً حتى رجال الدين دون أن يدرون تبه لما نتورط في هذا ما نستنتج؟ نستنتج أن نستطيع أن نفهم كيف أن الله معني بالأشياء الجميلة جليلة بالسماوات بالأراضين بالجنة بالنار حتى بالإنسان لكن ما شاغل نفسه بورقة بخردلة بحبة رمل بخطرة ماء ما معلاء؟ يعني قال لك خلق كل شيء فقدره تقديراً وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ستقول لي يعني الماء لبنزل هذا الله محسوب عنده قطرة قطرة وقل من القطرة كمان ما رأيك؟ أقل حتى من الجسيم الأول إن وجد ما رأيك؟ الله قال كل شيء فقدره وتقديراً ستقدر الأنثروبو مورفيك صاحب يعني يستطيع أن يفهم كيف الله يهتم بالأشياء الكبيرة بس الأشياء الصغيرة قالوا ليش؟ هذا التساؤل ممكن كان له موضع قبل فيزياء الكم قبل ميكانيك الكم صحيح؟ بعد فيزياء الكم لم يعد له موضع تعالي أسأل أي فيزياء معاصر؟ طبعاً حتى النسبية تعتبر ضم الفيزياء الحديثة أما الفيزياء المعاصرة تبدأ من الكم هذه الفيزياء معاصرة ليس حديثة هذه أكثر حداثة لسه فيزياء الكم فيزياء الكم هي التي تدرس العالم دون الذري من ناحية أبدئية العالم كله مكوى من ذرات إذن في نهاية المطاف كل العالم الكبروية هذه الماكرو الماكرو كلها تخضع لماذا؟ لمفاعي العالم دون الذري لكن ثابت بلانك لمن درس فيزياء الكم واضح أنه لا يظهر مفعوله في عالم الجهر في الماكرو ما بنشوفه نحن هيك وإن كان في الواقع له مفعوله لكن ما بأثر علينا تأثير محصوص نتناوله نحن بوسائل قياسية عادية مستحيل مستحيل لكن في عالمه كل التأثير له كل التأثير له إذن هذا العالم بقدر ما وصل إلى الآن علم الطبيعة البشري في فهمه وتقصيه وتفكيكه هذا يعطي جواباً مقنعاً إلى حد بعيد جداً أنه ليش إن وجد ربها موجود له حتماً إن وجد رب وخالق ومدبر وقيوم لابد أن يعنى هذا الرب والخالق والمدبر والقيوم بماذا؟ بكل ما في الوجود لا فرق بين صغير وكبير لأن الترابط كلي لا يمكن فصمه بين كل وجودات العوالم بين أصغر جسيم أولي وبين أعظم مجرة أو عنقود مجري صحيح؟ ما فيه أبداً الحمد لله الصورة المعتقدية القرآنية لله تؤكد على هذا شيء جميل جداً ولا تجدون مثل هذا في البايبل أبداً ولا قريباً منه واعملوا مش تبجوا هذا رح أعمل دراسة ما فيه ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إنها إن تكون ثقال حبة من خردة فتكون في صخرة أو في السماوات الله أكبر ما سيكون وزنها وحجمها وتأثيرها وأهميتها في السماوات خردة لهذه مرصودة مرصودة مهيماً عليها ومدبرة لها أهميتها إذن رجعنا إلى قاعدة مكان لكل شيء وكل شيء في مكانه لا إله إلا الله وهذا جواب إيه سؤال الفزائي الكبير اللي سأل من الذي أمر بهذا جواب عنا الله الله أمر بهذا سوف تفهمون بعد قليل أن هذا الميون مهم جداً كوحدة بناء في الكون مثل لكواركات كل مهم وكل في مكان ومن كونه من دونه ما كان لهذا الكون أن يكون كما كان إنسى سيكون شيء آخر تماماً وربما لن يكون كوناً مترابطاً أو عنده قابلية أن يكون عالماً معقولاً أو مفهوماً أو قائماً حتى نوع قيام إنسى